أكد رئيس مجلس أشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على أهمية تعزيز العلاقات بين مصر وكزاخستان مشددا في الوقت نفسه على أهمية تفعيل التعاون البرلماني بين مجالس البلدين جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس النواب الكزاخي يرلان كوشانوف حيث يزور المستشار عبد الرازق كزاخستان على رأس وبد البرلماني رفيع المستوى تلبية لدعوة رئيس مجلس أشيوخ الكزاخية وأوضح عبد الرازق أهمية زيادة عدد السائحين الكزاخيين إلى مصر مشيرا أيضا إلى حرص مصر على زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين من جانبه أشهد رئيس مجلس النواب الكزاخي بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة والمبادرة الأخرى مثل استراتيجية مصر 2030 مؤكدا استفادتهم من التجربة المصرية والإصلاحات التي تشهدها مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتح السيسي ترجمة نانسي قنقر